يو سيفن باي أرخص وأضمن موقع لبيع كوينس فيف عشرين سريع بالتسليم وآمن ومضمون من الباند والتصفير وطبعا لا تنسى تستخدم كود الخصم الموجود بالدسكريبشن السلام عليكم ورحمة الله بركاته من اروا بسيطة اليوم بمقطع جديد من سلسلة تحديات الفاتدرافت بصراحة يعني قبل ما نبدأ بالمقطع قبل ما نبدأ بكل شي حابب أني أحكي عن موضوع هيك يعني نمديت 15 ثانية بس الدعم عن مقاطع جدا أهل بفترة أخيرة ولهذا السبب يعني تقريبا ممكن نصير نزل مقطع واحد يوميا لأنه ما فرق كتير بما أني نزل مقطع واحد أو نزل مقطعين إلا إذا رجعت دعمة الأول كنا نوصل 25 ألف لايك وأكثر لكن المقاطع أغلبها يعدوب 20 ألف فمشان هيك ما لعم تشار بشكل كبير فياريت إذا حابب نصير نزل أو نضل نزل مقطعين يوميا ضغط على لايك بالبداية خلونا نوصل 25 ألف لايك واشترك بالقناة إذا ما كنت بشترك طبعا تحدينا لليوم هو تحدي فاتدرافت الاحتفالات الفكرة بكل بساطة جتني من أحد المتابعين إن شاء الله رح حط تعليق إن شاء الله أني ما أنسى تمام قال لي أن تختار اللاعب اللي عم يحتفل بالصورة طبعا في البطاقات العادية يعني مثل مثلا شوفوا قدامكم عندك فاندايك وفينيسيوس وسانشو هم صورة عادية إنما في بطاقات الانفورم بيجي فيها صور احتفالات وهيك فمنختار اللاعب اللي عم يحتفل وإذا كان فيه أكثر من اللاعب منختار أي واحد من بينتهم فمنتنى الفكرة تعجبكم واتوزوا الاعيكوا تشتركوا بالقناة تابعوني على انستقرام الرابط للرابط فيblackout فيلا خلينا ما نطول أكثر وندخل على التشكيلات بسم الله يلا يا رب خطة حلوة اللي إنو هي CSM? لا مس popul take… الع Rather than yn my god چند أخذتها oh— من غير ما أفكرran احنا أخذ 400-92-22 طيب هل هون فيه لعب quantidade عم يحتفل؟ كلها صور عادية ما في الأحدا عم يحتفل رح ناخذ كريستيانو تمام الـ row عندك إبراهيموفيتش عم يحتفل ومعصب قاميرو نفس الكلام طيب رح أخد قاميرو مشان دوري الإسباني يعني طيب لحد الآن بداية نوعا ما بنقدر نقول جيدة انسينيا جوردي ألبا ما الله ما بعرف رح أخد جوردي ألبا يلا اللي بعده يا رب بدنا يبتسم حظنا شوي كل الصور عادية دول يا الله هذا هذا مشان ما يطلع لي مشان ما يرجع يطلع لي بعد شوي بس رح أدخل على الدفاع على كل حال طيب عندك هذا عم يحتفل اي موبيلي مو احتفال ولا روبرتسون احتفال فرح ناخد هذا شو اسمه كوكو نايس نيم يلا الدفاع يا رب او تموري عم يحتفل ممتاز هوملز مو احتفال هذا يعني نوعا ما بتقدر تقول فرح أخد تموري السي بي اليمين يا رب طيب عندك باريزي عندك راموس قنوتش يعني مو احتفالية بس باريزي ممكن تعتبر احتفالية هي وراموس راموس ما بعرف هل هاي احتفالية ولا لمبفاس فريقه مثلا هيك عادي لكن راح فضل ااخد باريزي طيب السي دي ام طبعا ما راح يعطوك كل المراكز لعيبة ممتازين لا لا مستحيل اوه جرنشا ما نوعا ما يحتفل هاي مو احتفال هاي صورة عادية لازم اني اخد اي برا ياريتني اخترته قبل شوي مكان جاميرو كان عالقل ممكن هلا احسن اختار جرنشا اني شو بدي احكي بس يلا دي براين اكيد اكيد دي براين دايما نشبه هون كلهم لعيبة عاديين وبطاقات عاديين ليش ما بعرف وكأنه شو كأنه اللعبة ببدايتها كامل يمين يلا زيزو يا عم زيزو احتفالية واضحة بس ما بدي ناقش اكتر من هيك ممتاز طيب اخيرا لعب هيك حلو زانتي يا سلام عندك زانتي وعندك سن الاثنين عم يحتفلوا رودريجو كمان هي احتفاليته كنالس يعني ممكن كمان تعتبر لكن انا بفضل اني اخد زانتي تعال يا خافير ممتاز يلا يا رب كل صور عادية يلا مناخد في هرناندينيو على الاساس يشبك مع دافتسل باخضر اللي بعده اوكي عندك كثير هرناندز عم يحتفل واحتفاليته واضحة يعني السمده مو احتفال تلس احتفالي اعتبر كان عم يبوس شعار النادي او شي مثل هيك وممكن انك تاخد هرناندز او تلس والاثنين صراحة جيدين بالنسبة لي بس راح فضل اني اخد هرناندز يلا ما جربته لانه وطاقاته جدا ممتازة شايف انا بدنا هجوم بدي هجوم جنب كريستيانو لازم واحد ثاني ممتاز كلهم لعيبة عاديين يا الله اي مهاجم ممتاز فاندايك عم يحتفل فاندايك عم يحتفل ايه واضح هاتفاليتو كمان عندك برناردو سيلبا لكن راح فضل اني اخد فاندايك طيب شوف الحارس واو ما في غير نافاس اه ولا التناغم التناغم ضايع ريتشارلسون اوو عندك ميسي كمان ممتاز والله ريتشارلسون والله كبست اكس بالغلط الاثنين عم يحتفلوا بس كان بدي ميسي كبست اكس بالغلط طالما الاثنين عم يحتفلوا تمام فعادي انك تختار اي واحد منهم بس يقول ريتشارلسون يمكن لخير يعني انه اخترنا بالغلط طيب على كل حال خليني احط او قاميرا بيشبك اخضر ممتاز هذا هون الاربي لحد الان ما اربنا على الاظهرة ما في حدا عم يحتفل ارنلد ما بعرف حسه نايم هو عم يتصور اميرسون كمان عادي يعني معه الوضع على كل حال اثنين يعني اختار واحد منهم ممكن اني اخد ارنلد مشان فاندايك او لا اخد اميرسون خلي اشبك مع ريتشارلسون ياخد تناغم كامل اوكي راموس عم يحتفل هاي احتفاليتو بتذكرة كلي بالي نفس الكلام رح اخذ راموس بقى ايلي ظهير يسار وحارس روبرتسو الله عم يحتفل كمان احتفالية واضحة من يوم بالمئة الله طيب وينك فاندايك بقى بهالحالي لازم فاندايك اساس ينزل تمام مالشيتومور يريح الاحتياط ممتاز جدا ممتاز جدا تخيل اطلع لي بقى أليسون حارس ساعدها خلاص ما في حدا يحتفل واو في حدا بياخد تناغم كامل ايطالي مثلا ما فيه الحمد لله رب العالمين طيب اوكي وين كنا شباب رح اخذ اريولا يلا اريولا بالله بيحسن منها باس بظن تمام فتشكيله مية وتسعين ممكن انه تعله مية وتسعين كمان لا تستابعت هاد الشي فعلا مية وتسعين تشكيله حلوه رح اقدله ممكن كريستيانو طلع ونزل شي حدا مكانه مشان التناغم بس طيب يا جماعة هاي التشكيلة النهائية تفضل اني نزل كريستيانو ببداية الجيم احسن ما نزله هلأ على تناغم ثلاثة او تناغم أربعة فبينزل على تناغم خمسة احسن بيكون هذا زراء موزراتي اسمه كوكو مدرشو فالفيزيكال عنده ممتاز سرعته بطيئة يعني عادية يعني ما له سريع بس ما يعتبر بطيئ كتير فممكن انه كمان خليه اساسي فكل التشكيلة اغلب اللعيبة عم تحتفل تمام مع عادة فرناندينيو عندك واريولا لانه بالصور العاديين تمام يلا خلينا ناخد مدرب يلا خلينا ما نطول اكتر بالكلام وننطلق على المباراة يا سلام يا البنغ اوكي زبط شوي نوعا ما طيب شكلة تشكيلة قوية شكلة يا ظاهر عندك يا الله اكره لاعب ما بحب واجهه انا بحب يجي معي بس ما بحب واجهه ردت غلوري اه يعني اجنبي لعمل عبدالضي جنب السيرفر عاعد ثاني ثاني بدي بدل وين رايح بالعجل استنى نزل الدون مكان جاميرو خلي الدون على اليسار والله فيه هرناندس كمان طاقاته ممتازة بس مكان مين بدي نزله افكر نزله مكان باريزي باريزي ما بيعجبني بالله ابدا او ممكن تنزل تموري مكانه الاتنين ممتازين بس هرناندس طاقاته احسن فراح خلي فرندينيو لازم انه يطلع ماشي نزل مكانه تموري ممكن بدل بيناتن احسن هيك والله تقريبا هيك احسن تمام فراح نجرب الوضع نشوف كيف ان شاء الله ريتشارلسون يكون خرافي بالسنة الماضي كنت بحب كتير ريتشارلسون لكن هالسنة حسيت انه تقيل بزيادة يلا خلينا نبدأ ونقول بسم الله الله على الباس والله على الجول جاميرو قبل القروج هذا اللعب الارجنتيني خفيف خفيف اول لمس له صنع لي جول شكرا جاميرو على الخدمات بس هيك الدنيا يعني بصراحة شو بدي ساويه فضل شوف عينات اللي بالالتيمات تمام ما بيهموا خسران فايز عادي بياد بيتفنن طيب هاي انا عادم بستناك اردت لعب ناس مريضة اقسم بالله ناس مريضة جاي تطلع مرضاء باللعبة هون يا مريض يا مريض بيبيضة جاي تطلع ببلا شي لعب بس يشوف عينات شوي هاي بيبلش يلعب يلا بس هتبتين فانش الاحمر روح عم عامل لعبانة زادان بس يلا يا الله يأخذ الحظ لك يا الله يأخذ الحظ كانت واحدة مثلا تجي وتدخل لا العيبتي بتحسن بيطلع اللعب المحشور تمام المحشور هيك بيلاعبين أو أكتر وبعدين بيروح لعبان له رجع مرض يا الله أنا شو عامل بحياتي لحتى قابلني هيك ناس شو عامل بحياتي تعال تعال هاي الناس والله اللعب معك بأسخف طريقة يلا تعال اللعب معك بأسخف طريقة خليك وارجيك كيف اللعب كيف بيكون تعال تعال ضغط ضغط يلا ضغط تعال اطاع تعال 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 مو انت بتحب النقطات تحسن 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 بمنطقتك تعال لو رجيك المرض طبعك كلما بيطلع عليك تعال يلا يا الله يا الله الظاهرة زباء تباه أستثنى من الأول بعد زبو جيد وأحلى تسكيت وأحلى تسكيت وأحلى إعادات وأحلى جول ويلا يلا يا مريض مبسوط بيقولك؟ أو مبسوط أنك مضيع وقت بالمباراة؟ يلا يا الله ياخذ ظاهرة كريم يوا يوا يلا 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 ي вся la أبداعي لك تسكيت أبداعي لك تسكيت هاي الناس wallahy ما بتستهل غير هيك. والله العظيم لو بسجل 100 هدف راح ضل عمسكتك. يلا. لعب وضيع وقت. روح ضيع وقت. يلا. روح ضيع وقت. أصلاً ما بيق وقت بالمباراة. فخلص. كيف تكون وصيخ معنا زيادة؟ بتعمل الأفرلود. بس. بس خلي بقى. يلا. دفاعي كله متمركز ورا. ورجينا شو راح تقدر تعمل. هاي أسطورة. يلا يلا. أيها هات هات الفول. من ضل عم نضغط على الواحد لحد شو. لحد ما يهجم فريقه. بعدين مناخد يجمع ليه. شو رأيكم بالخطة الفخمة. شو رأيكم بالخطة الفخمة. وتسكيت. أبلع لك تسكيت. أبلع لك تسكيت. يلا. يلا ها. وهي أحلى احتفالية مستفزة. ماشي. هاي الناس ما بتستهل غير هيك. بس لا تقل لي والله لا. حرام ما بعرف شو عدم يضيع وقت من أول مباراة خير. تحريك حارس. الله. مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء في أرضية الملعب. دقا كبيرة في أرضية الملعب. يا رجل. سوف تسجل. أرجوك أرجوك مرتدي أرجوك. يلا 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 يلا. أبلع لك أبلع لك قول وبلع لك أحلى تسكيت يلا 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 يلا. والله للله. أنا ه conventions مبسوط. اليوم مبسوط لدرجة مطبيعة بهالمباراة. خلتني. خلت مزاجي. انبسط. شوف! هى دع مبعث رسائل. صار. يلا هجوم سجل. هجوم سجل وسكتني. شوف ما صفر. ديا على أربعة. بس اهدى يا وحش اهدى اهدى خلاص تسكيت بيجيب نتيجة مع هيك ناس بس خلي استفزوا على الاخر شوف شو بعتلي بعتلي جي جي شوف 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 بعد كتب جي جي لا بالله العظيم جي جي انجوي ويستينج تايم استمتع انتو عم بضياء وقت استمتع وبس فعالمهم هيك بندر اقول لنوصلنا لنهاية هذا المقطع فلا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة هزا وقتين مشتاركين الحمدلله هدى المقطع هيك غسلني هيك من جوا ضد هيك ناس واذا بيقابلني شخص تاني رح عمل نفس اللي عملته لانه فعلا بيستاهلوا فلا تنسوا تشتركوا بالقناة اذا ما اشتركتوا فبس هذي كان عندي اليوم في امان الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة